في الجزء الثالث في الجزء الثالث أو في الجزء الرابع في الجزء الرابع من هذا البرزنتيشن نتابع ونحكي كيف يعني إحنا قرأنا أو أدركنا أو استحضرنا رجل الكاف أو هنا تحديدا في هذا الفيديو في هذا التسجيل نحن نتابع بسيولوجيا الفن نتابع بسيولوجيا الفن لكن ما بنتابع بشكل جاف أو بشكل كثير يعني جامد سيسيولوجيا الفن يعني ألم مش مش جامد في كثير من الطلاب لما يسمع كلمة سيسيولوجيا يحسوا أنه هذا شيء جامد أو هذا شيء يعني صعب أو هذا شيء مش ممكن فهموا لا إحنا سيسيولوجيا الفن موجودة في حياة كل واحد فينا موجودة في حياة كل واحد فينا لما يطلع من البيت يمشي يشوف يشوف الأشياء البصرية اللي حواليه الشارع بالبيت أو حتى كمان لما يروح يطلع بالباص لما يطلع لما يروح على وسط البلد على الأماكن القديمة لما يشوف كلياتها حواليه اللافتات الإعلانية الكبيرة اللافتات الإعلانية الصغيرة الادعايات إحنا يوميا الإنسان بتعرض للعديد العديد من ال ال اللي هو التعرض البصري وهذا كلياته يحتاج منها لقراءة اجتماعية يحتاج منها لوعي اجتماعي رجل الكهف كان هو عبارة عن عن وفي كثير من المبدعين زي العلماء حاول أنهم يستحضروا حاول أنهم يستحضروا زي العلماء ما استحضروا بأعمالهم البحثية برضو الفنانين حاولوا يستعرضوا بأعمالهم برضو كمان الفنانين والمبدعين حاولوا يستعرضوا بأعمالهم الفنيين هاي صورة من أحد الأفلام The Lord of the Rings طبعا أكيد كلكم تعرفوا The Lord of the Rings هذا مشهد بتم تصويره أو بتم استحضاره داخل كهف داخل بيئة كهف استحضار ثيمة الكهف في الوساطة الأبداعية مثل أفلام السينما وطبعا هناك أمثلة عديدة هناك أمثلة عديدة ومن أمثلة برضو كمان اللي ممكن تكون شوي قريبة منا إحنا من إرثنا الحضارة والثقافي اللي هو اللي هو Indiana Jones هذا يعني سلسلة أفلام عملها الممثل هاريسون فورد وأحد هاي الأفلام أو أحد هاي الأفلام لهذا الفيلم فيلم عمل في موقع مدينة البتراء في الأردن وزي ما أنتم شايفين هاي الصورة هاي الصورة للممثل شين كونري وهاريسون فورد وفي الخلفية هنا إحنا نرى جزء من الخزنة اللي هي جزء من مدينة البتراء وطبعا يعني في هذا الفيلم يعني الممثل أو سوري المخرج المنتج وطبعا كمان المصممين اللي موجودين معهم عملوا إضافات وعملوا يعني نوع من يعني استحضروا نوع من الأشياء المتخيلة وأعطوا البتراء بعد يعني شوي مستيريس يعني بعد شوي غامض عن طريق أنهم استحضروا يعني مشاهد للكفوف ومشاهد ل يعني شوي فانتازية عشان تعطينا نوع من الإثارة ونوع من التشويق في هذا الفيلم طبعا هذا جزء من الفيلم إحنا ممكن نشوفه طبعا أنتم ممكن تحضروا الفيلم كلياته وتعرفوا قصته لكن أنا بهمني أنكم تشوفوا أنتم كيف طبعا هذا الفيديو يعطينا مقارنة ما بين موقع البترة وبيئة البترة ماشي الحال وكيف أصلا يعني بيئة البترة هي بيئة طبيعية يعني بيئة شبيهة ببيئة اللي كان يعني وما زالت يعني محافظة عليها وهي يعني شبيهة ببيئة رجل الكهف يعني هاي ما زالت السيق والأجزاء اللي موجودة في البترة الأجزاء القديمة الموجودة بالبترة هي أصلا أجزاء يعني أجزاء طبيعية بيئة طبيعية ما زالتين إنسان ما تدخل فيها الإنسان ما خربها السيق عبارة عن حائط غير مستوي عبارة عن حائط حجري سطح حجري ممكن أنت داخل السيق خير نفسك داخل كهف ماشي الحال يعني بيئة البترة بيئة البترة وكيف تم استحضار بيئة البترة شبيهة بيئة يعني الإحساس الفني وجماليات رجل رجل الكهف إحنا يعني نتفرج على الطريقة الإبداعية اللي تم فيها معالجة المشهد معالجة المشهد هنا نتفرج ترجمة نانسي قنقر طبعا الأنباط يعني حضارة الأنباط يعني هي لا تنتمي لحضارة رجل الكهف يعني هذا إشي وهذا إشي فترات زمنية مختلفة يعني حضارة متطورة جدا لكن أنا بدي أياكم تشوفوا كيف دخل كيف الآن رح يدخل الكهف على الموضوع يعني هو الفيلم تخيل أنه في داخل في داخل هذا الجزء هناك كهف أنا بدي أياكم تشوفوا كيف الكهف دخل على المشهد حتى لو ما كان موجود يعني أصبح الكهف برضو كمان شيء متخيل هذا الكونسيب تبع هاي الجزء تبع هذا الجزء من من الريكورد تبعنا طيب نشوف هذا كيف رجل عربي كيف نشوف الأزياء العربية الطربوش والعقال نشوف و ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر على جدران الكهوف طبعا نحن هنا نشوف كيف الفيلم يعني النوع من التحليل السوسيولوجي نحن طبعا نشوف كيف هذا شكله نبين أوروبي هذا شكله نبين أوروبي هذا شكله نبين عربي وهذا شكله نبين عربي من الأزياء طبعا الأزياء تعطينا تعطينا قراءة سوسيولوجي يعني الأزياء من أهم الأشياء اللي بتعطينا 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 السوسيولوجي كالإنسايت الرموز الرموز اللي كان يتركها رجل الكهف الآن الرموز اللي بتعطينا يعني الرموز اللي 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 ظهرت مع رجل الكهف بتعطينا كمان إشارات وبتعطينا دلائل دائما نجد إنه الإنسان هنا أو العالم هنا أو المستكشف هنا يعني هاي الأفلام كانت إيش بتعطينا إنه كيف حياة المستكشف كانت خرائط المدن القديمة كانت كهوفا رسم عليها الإنسان تفاصيل حياة اليومية التي كانت تعتمد على الصيد للحياة رجل الكهف والحيوانات التي كان يصطادها ليستر بها جوعه والجسده المكشوفية التي صنعت لنا نحن أهل المدينة المعاصرة التاريخ الإنسان الذي نتحدث عنه اليوم بفخر واعتزاز لقد رسم رجل الكهف حيوانات متحركة نابضة بالحياة على جدران الكهف الصخرية والمتعرجة لتبدو وكأنها فيلم سينماية طالة الحيوانات لم يرسم رجل الكهف هذه الحيوانات لتبدو كما الطبيعة الصابقة في لوحات الفنانية المبتدئين الذين يتعلمون فنون الرسم بل كانت نابضة مفعمة ومتأمنة منفعلة نابضة منفعلة ومتحركة كانت نابضة منفعلة ومتحركة علم الانتربولوجي هذا يعني نشوف قديش ظلمان وقت علم الانتربولوجي هو دراسة الإنسان وعلاقته في المجتمع عبر الزمان والمكان فيما يخص ويحلل ويصف الهوية المادية والثقافية والسياسية المجتملة على علاقات وتنوعات واحتمالات بين البيئة المحيطة والمجتمع والثقاف هناك علاقة ما بين الانتربولوجي والسوسيولوجي والارت سوسيولوجي أو سوسيولوجي الفن تتراوح ما بين الانتربولوجي والسوسيولوجي لأنه الانتربولوجي هي دراسة علم دراسة الإنسان الاستحضار هو ممارسة الحديث أو التصرف نيابة عن شخص ما أو تمثيل تصرفاته وحركاته وأصواته وشخصيته وهويته أو وصف أو تصوير أو رسم شخص ما أو بيئته أو مكانه أو أزياءه أو لهجته على سبيل المثال أو رسم شخص ما أو شيء ما ينتمي لهذا الشخص أو المجتمع أو الهوية التقافية لهذا الشخص أو المجتمع يعني زي اللي شفناه هون على سبيل المثال بنشوف إنه هذا الزي اللي لابسه على رأسه شين كونري اللي لابسه على رأسه يستحضر المجتمع الشرق أو المجتمع العربي يعني نشوف إحنا هذه الشبيهة بالإعقال بالحطة وبالإعقال هياته هذا استحضار للهوية العربية وهنا بالأفلام اللي إحنا شاهدناها أو باللقطات اللي إحنا شاهدناها من هذا الفيلم نشوف فيه ربريزنتيشن للهوية العربية هذا إذن هذا إذن الجزء الأخير اليوم الجزء الأخير من البرزنتيشن اليوم وهناك طبعا التكملة للبرزنتيشن في أجزاء أخرى قادمة إن شاء الله ويأتي كون العربية شكرا